بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نهاردة هتكلم عن العوامل العوامل بتاعة العدد لازم أكون حافظة جدولة ضرب ولازم أكون حافظة قابلية الاسم إم تقسم على الاتنين إم تقسم على التلاتة إم تقسم على الأربعة إم تقسم على الخمسة إم تقسم على الستة إم تقسم على العشرة وهكذا طيب يعني إيه العوامل؟ باختصار كده هي الأعداد اللي حاصل ضربها تديني العدد اللي أنت بتسأل عنه إنت بتسألني عن عوامل الـ 12 يبقى أنا هجب لك الأرقام اللي لو دربتها في بعض تديني الـ 12 يبقى تاني العوامل هي الأعداد اللي حاصل ضربها تديني العدد ده إنت بتسألني عن عوامل الـ 24 يبقى كأنك بتقولي إيه هي الأعداد اللي لو دربتها في بعض تديني 24 عشر. خلاص? يبقى العوامل هي الاعداد اللي حصل دربها تديني العدد. بتسألني عن عوامل الاتناشر? يبقى انا هجيب لك الاعداد اللي لو ضربتها في بعض تديني الاتناشر. تمام? طب بتسألني عن عوامل بتسألني عن عوامل الاتناشر. يبقى انا هجيب لك الاعداد اللي حصل الاربعة تديني كام? اتناشر. يبقى واحد في اتناشر عشان هيديني اتناشر. واتنين في ستة عشان هتديني اتناشر. وتلاتة في اربعة. يبقى عوامل الاتناشر هي الواحد والاتناشر والاتنين والستة والتلاتة والايه والاربعة هي دي عوامل الاتناشر. طب بتسألني عن العوامل الاربعة وعشرين يبقى كأنك بتقولي ايه هي الاعداد اللي لو ضربتها في بعض تديني اربعة وعشرين. هقولك الواحد في اربعة وعشرين. يبقى الواحد والاربعة وعشرين. والاتنين والاتناشر. عشان الاتنين اربعة وعشرين والتلاتة والتمانية عشان التلاتة في تمانية تديني اربعة وعشرين والاربعة والستة عشان اربعة في ستة تديني اربعة وعشرين يبقى هي دي عوامل اللي اربعة وعشرين فهمنا عن ايه العوامل العوامل لما تسألني عن عوامل الخمسة يبقى الاعداد اللي حصل باربها تديني الخمسة حصل ضربها ها يبقى الواحد في خمسة لما تسألني عن عوامل الستة يبقى الاعداد اللي حصل ضربها تديني الستة اللي هي من الواحد والستة والاتنين والتلاتة عشان واحد في ستة هيديني ستة وتنين في تلاتة هتديني ستة خلاص بتسألني عن عوامل الخمستاشر يبقى واحد والخمستاشر عشان واحد في خمستاشر هيديني خمستاشر وكمان التلاتة والايه والخمسة هي دي عوامل الخمستاشر خلاص طيب لما اسألك واقولك عوامل الستة وتلاتين يبقى هتقولك بتقوليلي يا مسي يعني ايه يعني الاعداد اللي حاصل ده اربعة بتديني ستة وتلاتين. يبقى الواحد هتقول لي ايه بقى يا مس? واحد والستة وتلاتين. خلاص? والاربعة والتسعة عشان اربعة في تسعة تديني ستة وتلاتين. والتلاتة والاتناشر عشان التلاتة والاتناشر تديني ستة وتلاتين. آآ الستة في ستة. يبقى الستة كمان معايا يا مس. الستة كمان. مش هكتب الستة ماريتين بقى. ستة واحدة. كمان الرقم ده موجود في جدوى الاتنين. قابلية الاسمة. عدد زوجي يبقى موجود في جدول الاتنين يعني اقسم على الاتنين ستة وتلاتين على الاتنين تلاتة على الاتنين ما تنفع شنزل اتنين على الاتنين فيها الواحد يبقى ده عدد زوجي موجود في جدول الاتنين اتنين ومين بقى يا طرى اتنين وكام تديني الستة وتلاتين اقسم بقى تلاتة على الاتنين ما تنفع شنزل الاتنين على الاتنين فيها الواحد وتبقى الواحد بقى ستة شر على الاتنين اللي هي بمعنى اصح اقسم الستة وتلاتين جنيه علينا وانت ستة وتلاتين جنيه علينا وانت نص التلاتين كام؟ خمستاشر ونص الستة تلاتة يبقى نصهم كل اتنين على بعض كام؟ طمانتاشر يبقى هقسم الستة وتلاتين على الاتنين ستة وتلاتين جنيه علينا وانت تب نقسم بقى نصها تلاتين على الاتنين فيها الخمستاشر وستة على الاتنين فيها التلاتة تلاتة وخمستاشر تدينيه؟ طمانتاشر خلاص? يبقى لازم اكون حفزة قبلية الاسمة عشان اعرف ده موجودة بجدول ايه? ده عدد زوجي يبقى موجود في الاتنين. يبقى تاني. لما اسألك وقولك عوامل الستة وتلاتين? يعني الاعداد اللي حصل ده اربعة يديني ستة وتلاتين. هتقولي الواحد والستة وتلاتين. الاربعة والتسعة. التلاتة والاتناشر. الستة في ستة فهكتب الستة مرة واحدة بس. الاتنين والايه والتمنتاشر. خلاص? لاحظ كده معي. ايه ده? ده انا دايما ببدأ بالواحد. دايما ببدأ واحد واحد في ستة وتلاتين واحد في اتناشر. واحد في خمستاشر. واحد في ستة. خلاص? واحد في اتناشر. الواحد ده موجود آه ما هو زي ما عندي مضاعف مشترك لجميع الاعداد في المضاعفات. اللي هو الصفر عندي عامل مشترك. ركز كده معي. مضاعف. تمام? في صفار عندي ايه صح? يبقى الصفر. مشترك. عامل الف مد يبقى الواحد. خلاص? مضاعف عندك صفرين هم يبقى الصفر. المضاعف المشترك صفر. عامل مشترك يبقى الواحد. يبقى المضاعف المشترك لجميع الاعداد خدناها الحصة اللي فاتت الصفر. بينما العامل المشترك لجميع الاعداد درس النهاردة بقى العامل المشترك لجميع الاعداد هو الواحد. خلاص? يبقى المضاعف المشترك لجميع الاعداد هو الصفر بينما العامل المشترك لجميع الاعداد هو الواحد يجي يقول لي كده اتنين واربعين كم في سبعة الاتنين واربعين كم في سبعة اللي حافظين جاد ولا الضرب الستة في سبعة اذا الاتنين واربعين عواملها مين الستة والسبعة الستة والسبعة من عوامل الاتنين واربعين طب التلاتة في تسعة بكام السبعة وعشرين اذا من عوامل السبعة وعشرين وين التلاتة والتسعة عوامل يعني الأرقام اللي حصل ضربها تديني السبعة وعشرين يبقى من عوامل السبعة وعشرين الأرقام اللي تديني السبعة وعشرين التلاتة والتسعة ومن مضاعفات الثلاثة السبعة وعشرين بعكس لو سألني عن مضاعفات الثلاثة أدينه رقم كبير سبعة وعشرين لو سألني عن عوامل السبعة وعشرين أقوله الثلاثة والتسعة طيب أذكر عوامل اتنين واربعين كلمة أذكر كعوامل اتنين واربعين يعني بيقول لي هاتي الاعداد اللي حاصل ضربها تديني اتنين واربعين ها تعالوا كده مع بعض اقول له واحد في اتنين واربعين يبقى الواحد واتنين واربعين ده عدد زوجي يبقى موجود في الاتنين اتنين وكان نص الاتنين واربعين كان نص الاربعين عشرين ونص الواحد الاتنين واحد يبقى اتنين في الواحد وعشرين ايه كمان الستة والسبعة يمس تديني اتنين واربعين اتنين وتلاتة اتنين وتلاتة اتنين واربعة ستة يعني موجودة في جدول التلاتة اتنين واربعة ستة لو جمعنا الارقام اتنين زائد اربعة ستة الستة موجودة في جدول التلاتة ايه يبقى ده موجود في جدول التلاتة تلاتة وكم بقى يلا اربعة على التلاتة ما تنفعش اخليها تلاتة على التلاتة تلاتة على التلاتة فيها الواحد وتبقى لوحد بقت اتنشر على التلاتة فيها كام? فيها الاربعة. داني. هدي الاتنين واربعين. تلاتة اسمة بتاعتي. اربعة تلاتة ما تنفعش. انزل بقت تلاتة عالتلاتة. فيها الواحد وتبقى لي كامل. تخط من الاربعة تلاتة. تلاتة هي اللي نفعت. تحط الواحد بقت اتنشر عالتلاتة فيها الاربعة. خلاص يبقى هي دي عوامل الايه? اه اتنين واربعين. عوامل المية وتمانية. واحد والمية التمانية لان دول اضربهم في بعض هيدوني مية وتمانية اتنين في كام? ده عدد زوجي يبقى موجود في جدول التاني اتفقنا اللي احد وصفر او اتنين او اربعة او ستة وتمانية يبقى ده زوجي يبقى قبل على اتنين ها نص دي مية وتمانية نص المية مية جنيه علي انا وانت يبقى كل واحد خمسين طب تمانية جنيه علي انا وانت يبقى كل واحد اربع يبقى تاني هقسم دي مية وتمانية خليها مية زائد تمانية. مية جنيه علي انا وانت يبقى كل واحدة هياخد خمسين جنيه. طب تمانية جنيه علي انا وانت يبقى كل واحدة هياخد اربعة جنيه. يبقى كده اربعة وخمسين. كمان موجودة في جدول التسعة. التسعة في الاتناشر. تديني مية وتمانية. كمان ركز كده معي التمانية زائد صفر بتمانية. واحد تسعة. موجودة في جدول التلاتة. اه يبقى المية وتمانية موجودة في جدول التلاتة. تلاتة في كم بقى يا يبقى انا لو انا عملت المية وتمانية على التلاتة هتديني الستة وتلاتين. مية وتمانية على التلاتة. مية. وتمانية على التلاتة تلاتة. واحد على التلاتة ما تنفعش هتبقى عشرة عشرة على التلاتة مش هلاقيها في جدول التلاتة انزل التسعة. بقى التسعة على التلاتة فيها التلاتة وتبقى لي واحد تمنتشار على التلاتة فيها الستة يبقى التلاتة والستة وتلاتين من عوامل المية وتمانية. نيجي بقى للأعداد الأولية يعني ايه عدد أولي العدد الأولي هو العدد الذي له عاملان فقط يعني ايه مس ايه الكلام ده هنفهم يعني ايه العدد الذي له عاملان فقط مبدئيا العدد الأولي ده هو أنا بسميه عدد أناني عدد أناني ما بيحبش غير نفسه والواحد الصحيح يعني ايه مس الكلام ده ثاني العدد الأولي بسميه عدد أناني ما بيحبش غير نفسه والواحد الصحيح يعني استحالة أحصل عليه غير من ضرب نفسه في الواحد زي مين زي الاتنين هل في رقم أضربه في رقم يديني الاتنين غير الواحد في اتنين مفيش يمس مهما دور على أرقام مفيش رقم يديني الاتنين غير الواحد في اتنين زي التلاتة مفيش حاجة تديني الاتنين غير الواحد في تلاتة مفيش أرقام مضربها في بعض تديني الاتنين غير الواحد في تلاتة طيب يبقى هل الاتنين عدد أولي؟ آه الاتنين عدد أولي لأنه ملوش غير عاملين فقط عاملين فقط اللي هو نفسه والواحد الصحيح يبقى معنا كلمة له عاملين فقط يعني ما بيحبش غير نفسه والواحد الصحيح يبقى الاتنين عدد أولي؟ نعم لأنه ملوش غير نفسه والواحد الصحيح ما بيحبش غير نفسه والواحد الصحيح ما فيش حاجة تديني الاتنين غير الواحد في اتنين طيب هل التلاتة عدد أولي؟ ندور كده هل في رقم اضربه في رقم يديني التلاتة غيري واحد في تلاتة لا يا مسي بقى ده اولي فيش حاجة تديني التلاتة غير الواحد في تلاتة طب هل الاربعة عدد اولي طب تعالوا نشوف عوامل الاربعة كده يا مسي عوامل الاربعة ايه الواحد والاربعة واتنين في اتنين يعني احبت تحدي تاني اوه يبقى حبت نفسها والواحد وحبت تحدي تاني اوه كمان يبقى مشقنانية يبقى الاربعة مشقناني لا ده يحب كمان لتنين. طب الخامسة. عوامل الخامسة ايه? ايه الارقام اللي اضربها تديني الخامسة? مفيش غير الواحد في خمسة. يبقى ده عدد اناني. محبش غير نفسه. والواحد الصحيح. طب الاثناشر. لا هي مسته الاثناشر بتحب ناس كتير اوي. بتحب الواحد والتناشر. يعني بتحب نفسها والواحد. وبتحب الاثنين والستة. وبتحب التلاتة والااربعة. لا دي مش قانانية خالص يا مسته بتحب ناس كتير اهو. يبقى الاتناشر مش ايه? مش عدد اولي. خلاص? يبقى هل الاتناشر عدد اولي? لا مش عدد اولي. هو حب ناس كتير اهو. مش قاناني. طب هل التسعة عدد اولي? لا يا مس. التسعة بتحب نفسها. وبتحب الواحد وكمان بتحب التلاتة. ما هي تلاتة في تلاتة تديني تسعة. يبقى لأ برضو الايه? التسعة مش عدد اولي. يبقى تاني كده تعالي نجيبي الاقوام بتاعتي? الصفر. ده خارج النطاق خالص. الواحد. الواحد ليه مش عدد اولي? هل الواحد عدد اولي? قال لي لا الواحد لا يعتبر عدد اولي. ليه? ركز كده في الكلمة اللي مس ايبان قالتها فوق. له عاملا اتنين غير بعض. اتنين مختلفين. رقمين مختلفين. عبارة عن نفسه والواحد. انما لو قلت عوامل الرقم واحد ما ليش غير واحد. بفيش حاجة تديني واحد غير واحد في واحد. ده له مش عاملين ده عامل واحد فقط هوا. ده هو نفس الرقم. يبقى مقدرش اقول له. آآ له عاملين. ده له عامل واحد فقط. الواحد له عامل واحد فقط. ولزلك لا يعتبر عدد اولي ليه? الشرط بتاع ان يكون له عاملين على الاقل. آآ سوريا عاملين فقط. عاملين فقط. خلاص? لكن ده ملوش عاملين. ده عامل واحد هو واحد وكررته بس. خلاص? يبقى لا يعتبر العدد السوري انا كدتها فين? هنا. واحد في واحد. يبقى لانه له عامل عامل واحد فقط. ليه لا يعتبر عدد اولي? له عامل واحد فقط. لان له عامل واحد فقط. لان له عامل واحد فقط. خلاص? تمام? يبقى تاني. الواحد ما بعتبروش عدد اولي لانه هو له عامل واحد فقط. واحد في واحد. الرقم كررته مرتين. يبقى ملوش عاملين? خلاص? العقد اولي لازم يبقى له عاملين فقط. وده عامل واحد. تمام? طب الاتنين. تعال نشوف كده. الاتنين. هل في رقم يدين الاتنين غير واحد في اتنين? لا يامس. ما فيش يبقى ده اولي. طب التلاتة. هل في رقم يدين التلاتة غير واحد في تلاتة? لا يامس يبقى ده اولي. طب الاربعة لا يامس في اتنين في اتنين. اه يعني حب ناس تانية غير نفسه الواحد. اه يامس تحب نفس ثاني. يبقى ده اولي. طب الخمسة. لا يامس الخمسة فيش غير الواحد في خمسة. يبقى ده اولي. ما بيحبش غير نفسه والواحد. طب الستة. لا يامس الستة بتحب نفسها. وبتحب الواحد عشان واحد في ستة بستة. وكمان بتحب الاتنين وبتحب التلاتة. يبقى لأ خلاص دي مش انانية. خلاص دي مش انانية. طب ادور. السبعة. هل في رقم يديني السبعة غير واحد في سبعة? لا يا مس ما فيش. يبقى دي انانية. يبقى اولي. طب التمانية. لا يا مس التمانية بتحب نفسها وبتحب الواحد. وكمان بتحب الاتنين والاربعة. ما هي اتنين في اربعة بتديني تمانية يا مس يبقى ده مش انانية. طب التسعة. لا يا مس برضو ما هي تلاتة في تلاتة بتسعة يعني حبة التلاتة يبقى مش انانية. طب العشرة. لا يا مس العشرة بتحب الاتنين والخمسة عشان اتنين في خمسة بعشرة وبتحب نفسها والواحد اه يبقى جميع الرقم الوحيد اللي زوجي واولي هو الاتنين ودي الملحوظة التانية المهمة جميع الاعداد الاولية فردية معده الاتنين كل الاعداد الزوجية مش اولية معده مين الاتنين ازا لما بيقابلني عدد زوجي غير اتنين ما فكرش فيه اصلا ما فكرش ازا كان اولي ولا غير الاولي خلاص يبقى جميع الاعداد الزوجية غير اولية جميع الاعداد الزوجية غير اولية معده مين اللي زوجي واولي الاتنين جميع الاعداد الزوجية غير اولية معده الاتنين او ان كل الاعداد الفردية الاولية فردية كل الاعداد الاولية فردية بس مش كل الفردي اولي ما التسعة هي فردي بس مش اولي لان حبت ايه التلاتة ما التسعة فردي بس مش اولي خلاص? يبقى انا لما اجي ادور على الاعداد الاولية ادور في الفردي فقط. ادور في الفردي. الاتنين بس وبعد كده ادور في الفردي. بما اجي ادور على الاعداد الاولية بتاعتي وبدور في الاعداد الفردية. باخد الاتنين وبعد كده بدور في الفردي. خلاص? باخد الاتنين معي هي عدد اولي وبعد كده ما فكرش في اي عدد زوجي بعدها. الاربعة قبل اتني ما فكرش فيها. الستة ما فكرش التمانية. العشرة الاتناشرة الاربعتاشر الستاشر اي عدد زوجي بعد كده ما فكرش فيه وما انا ادور في مين في الفردي اشوفو يا اولي يا غير اولي يبقى كل الاعداد الزوجية ما فكرش فيها خالص كلها غير اولية ما عدا الاتنين الاتنين بس هو اللي زوجي واولي خلاص يبقى العدد الوحيد اللي زوجي العدد الوحيد اللي زوجي العدد الزوجي الوحيد الاولي هو الاتنين. اللي عدد زوج الواحد اللي اولي هو الاتنين. بعد كده بقى بادور في الفردي. ها. التلاتة فردي. اه اول يامس. الخمسة. اه اول يامس. السبعة. اه اول يامس. التسعة. لأ. بتحب التلاتة يامس مش انانية يبقى مش اولي. ها. اله 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 الحداشر. اه مفيش حاجة تديني الحداشر غير الواحد في احداشر. اه اول يامس. التلاتاشر. اه مفيش حاجة تديني التلاتاشر غير الواحد في تلاتاشر يبقى اول يامس. ال 15 لا يا ميس الفعال 15 بتحب نفسها وبتحب ال 1 وكمان بتحب ال 3 وال 5 يبقى ال 15 مش معانا يا ميس بتحب ال 3 وال 5 وال 1 ونفسها يبقى مش قنانية طب بعد كده ال 16 يا ميس ده زوجي ما تفكراش فيه اصلا ال 1 اللي زوجي هو ال 2 بعد كده ما تبصيش لأي رقم زوجي دوري في الفردي بس يا ميس طب 17 اه مفيش حاجة تدي نس 17 1 في 17 طب 19 اه ما فيش حاجة الدين التسعتاشر غير واحد في تسعتاشر. طب الواحد وعشرين لا يا ميس. الواحد وعشرين بيحب التلاتة والسبعة. ونفسه والواحد يبقى هو مش قناني وحب التلاتة والسبعة هو كمان. يبقى مش قناني. خلاص? طيب التلاتة وعشرين. اه يا ميس فيش حاجة الدين التلاتة وعشرين غير واحد في تلاتة وعشرين. التلاتة وعشرين دي ما بشوفهاش خلص في اي جدول ضرب. ما بشوفهاش. ما فيش حاجة في حاجة الديني تاتة وعشرين. قصة انيبقى اولين. خلاص? طيب يا ميس الخمسة وعشرين. لا يا ميس الخمسة وعشرين بتحب الخمسة. ما هي خمسة في خمسة بخمسة وعشرين. يبقى لا. دي مش قلنية يا ميس. مش قلنية لا. طيب الستة وعشرين. يا ميس ده زوجي. انت قلت لنا ما تفكروش في الزوجة خالص. ما بصش لاي ارقام زوجية. هو الاتنين بس يا ميس وخلاص حبة تحدد تاني غير نفسها. بتحب التلاتة والتسعة يبقى مش قناني. خلاص? طيب التمانية وعشرين. يا ماس زوجيه? ده زوجي. ده زوجي ما نفكريش فيه. طب ها التسعة وعشرين. اهه مافيش حاجة تدمين التسعة وعشرين ده. انا مبشفش التسعة وعشرين دي في اي جدول. مفيش حاجة اضربها في حاجة تدمين التسعة وعشرين يبقى اولي. وبهم يعني ايه زوجة اول يا ولاد? يبقى العدد الاولي اللي مقدرش احصل عليه غير من ضرب نفسه في الواحد الصحيح. ما بيحبش غير نفسه والواحد الصحيح. لو حب حدي تاني. لا يبقى مش قناني. مش اولي. مش قناني ومش اولي. طب ليه مس جميع الاعداد الزوجية غير اولية مع عدد الاتنين. اش معنى مس ليه جميع الاعداد الزوجية غير اولية? لان كلها بتحب الاتنين. كل الاعداد الزوجية تقبل القسمة على الاتنين. يعني كلها بتحب ناس تانية غير نفسها. بتحب الاتنين اهو. وبتحب عدد تاني يبقى مش اولية مش انانية. جميع الاعداد الزوجية تقبل القسمة على الاتنين. هل الاربعة عشر ما بتحبش على نفسها? لا ده بتحب الاتنين والاتناشر. وبتحب الاربعة والستة وبتحب التمانية والتلاتة. اه يبقى ما فيش عدد زوجي. مش هيقبل الاسم على الاتنين. مش هيحب الاتنين. كل الاعداد الزوجية بتحب الاتنين. يبقى خلاص مش انانية. كل الاعداد الزوجية بتحب الاتنين. يبقى مش انانية. يبقى العدد الوحيد اللي زوجي واناني هو الاتنين. الاتنين هو الحاجة الوحيدة اللي زوجي واناني. خلاص? فهمنا يعني ايه العدد اولي? يبقى العدد الاولي بسميه عدد اناني. ليه? ما بيحبش غير نفسه والواحد الصحيلي. يعني ايه? يعني استحالة احصل عليه غير من ضرب نفسه في الواحد. اللي اتنين اولي ايا مس ما فيش حاجة تديني الاتنين غير الواحد في اتنين. الثلاثة اولي اوه يا مسي مش حاجة تدين我在 تلاتة غري واحد في ثلاثة الاربع يا مسي ده زوجي وانت قد تيني يقبل الاسم على اثنين يعني بيحب الابنين خلاص يبقى جميع الاعداد الزوجية بعد كده اعداد غير اولي وما لها هدور على الاولي فين في الفردي يأم يطلع لك اولي يأم يطلع لك غير اولي يبقى مش كل الاعداد الفردية اولية ده انا هدور فيهم اطلع الاولي واسيبي الباقي التسعة فردي بس مش اولي ما هو بيحب التلاتة هو خلاص الخمستاشر فردي بس مش اولي بيحب التلاتة والخمسة السبعة وعشرين فردي بس بيحب التلاتة والتسعة ها خلاص الواحد وعشرين بيحب التلاتة والسبعة تمام دي بقى الاعداد الاولية المهمة اللي في منهجك طبعا هي مالة نهاية بس دول معظم الاعداد الاولية اللي بيجو لك يعني خلاص اتنين اه اتنين تلاتة خمسة سبعة حداشر تلاتاشر تسعتاشر تلاتة وعشرين تسعة وعشرين واحد وتلاتين سبعة وتلاتين دول معظم الاعداد الاولية اللي بيجي لك. تمام? اه تمانية وتلاتين طبعا زوجي زوجي هاخد مع تسعة وتلاتين لا الواحد واربعين. معهم. خلاص. التلاتة واربعين. اللهم صلح سيدنا محمد. آآ السبعة واربعين. تمام? آآ تمام? الى مالة نهاية طبعا. الى مالة نهاية. خلاص? يبقى دول معظم الاعداد الاولية اللي بيجي لك. معظم الاعداد الاولية اللي انا باخدها آآ بتكون دي. معظم اللي بيجي لي في انتحانات يعني. خلاص? آآ تمام. تمام. آآ اتمنى يكون اتفاهمة العدد الاولية. وتمنى الفيديو يكون عجبكو. آآ اتمنى الدعم واشتراك في القناة. وكمان في الجروب بتاعنا مع انا الريديات اسهل. بشرح فيه ريديات. بنزل في حاجة عربي انجليزي جميع المواد الجميع المراحل. فاتمنى الانضمام ليه وجازاكم الله كل خيرا. السلام عليكم. اشتركوا في القناة.